في الموتور شو نيوز اليوم في عنا خبر سياراتي وإنساني وبالنسبة لنا كتير بيهمنا لأنه لبناني بنفس الوقت زيادش هاب هو مدير المبيعات بمجموعة كرايسلر دوج جيب بلبنان ونحن بيشورهم مجموعة كرايسلر غرغور أوتوموتوف عم شوف براك رانجلر بيحل اسعافيه خبرنا زياد شوي عنا مضبوط منتما قالت it's a combination في هيد السيجمنت منا موجودة بلبنان منتكل على صليب الأحمر مشكورين يلي عندهم معادات كثير قليلة طي إذا بدوا يعملوا ريسكيو لحدا مضبوط اكستريم كان off-roading أو كان عم بيعمل سكير أو أي اكتيفية عم بيعملها off-road وما فينا نجيبه منتكلين على الصليب الأحمر، منتكلين على الدفاع المدني على الهليكوبترات يسحبون جينا بهالفكرة كنا الأول بالميدلئيس نحن نعملها بلشنا من concept Jeep Wrangler عملنا له equipment to handel extreme off-roading بالتعاون مع شركة بيسكو يلي هي الأولة في لبنان من هالمجال بتحضير الأكوپمنت طبية جهزنا هيدا Wrangler عم تشوفه ورانا مع كل الأكوپمنت أقوله كل شيء 100% لبنان شكرا زياد رح نشوف عنا بيكون تقديم هالسيارة ورح نشوفها كمان بعض المشاهد بتشوفوها من خارج والداخل هالسيارة ينتمقى زياد كل تعديلة صار باللبنان وهي للمهمات الإنقاذية بالأماكن الوعرة والصعبة بالموتورشو نيوز وقفتنا اليوم هي مع شركة غرغور أوتوموتف وكلاء كرايسلر جيب دوج رام SR2 موبار بلبنان ويلي كانوا قدموا مؤخرا جيب رانجلر أمبلونس وهي سيارة إسعاف هالشي صار بصالة عرض غرغور أوتوموتف الأساسية وتم دعوة فعاليات معنية مباشرة بها الموضوع مثل الصليب الأحمر ودفاع المدني خلينا نتابع سوى مقتطفات عن إطلاق هالسيارة يلي عم تستفيد من قدراتها وتاريخها العريق لهدف إنساني واجتماعي وأكيد إن شاء الله بحياتكم كلها ما بتقعدوا فيها ما سوف ترونه هو مستفيد من قدراتها أكثر من قدراتها لتجدد كل مكان لتجدد كل مكان لتجدد كل مكان لا يمكن أن توقف المنزل شكرا شكرا سوف نرى الآن هناك صورة جديدة على نتيشة لأنها أتمنى أن تكون تعجبا ولم أنت تكون الفئتبال خاصة عن مصافية والمخصصية موجودة فيدنا بهم أننا محضرون والسيارة في درهين سوف أكون الأيض موسيقى 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 موسيقى